سائج متزبزبة حسب القدرات اللي موجودة وحسب التخطيط وحسب النظام وحسب المرسود بالنسبة للمركز اللي أنا بطمع فيه من إدارة طلاق الجيش طبيعي جداً يا كابتن إسلام في بداية الموسم أنا عندي طموه وعندي وعندي شغل وعندي فنيات وعندي جهاز وعندي ترتيب طبيعي جداً حسب القدرات اللي أنا بجيبها وحسب الموازنة اللي موجودة اللي محضرة للفريق عشان أستفيد منه مع المدير الفني المدير الفني مش الواحدة الإدارة مش الواحدة القدرات مهم جداً القدرات الجيدة بتصنع نتائج جيدة اللعيب الكويس بيصنع نتائج كويسة اللعيب المهاري اللعيب اللي يملك هو ده عموماً فتخطيط الفرق أنا نظام مطموحي أنا من وجهة نظري الجانب العشواء في أي إدارة في تخطيط وفي النظام وفي تنصيق ما بيجيبش نتيجة كويسة لكن طبيعي جدا ما يكون فيه اتفاق وفيه نظام وفيه تنسيق وفيه اختيارات وفيه قدرات أنا بشتغل بها أنا عاوز 11 مركز على أقل عندي 11 مركز على أقل عندي 11 مش بتلاتين دور خلاص سوبر سوبر بعد كده بنزل بالتدريج عشان موازنها لو أقدر أخلي 22 يبقى بديل جهاز وواعي وتمام تمام أقدر أشتغل بيه فيبقى الطموح أعلى وأحسن وأحسن فحسب القدرات اللي موجودة فطلاقي جيش ماشي بسياسة معانا ماشي بقدرات معانا ماشي بموازنة معانا ماشي بحاجات خلاص هو مرتاح فيها طموحه بيد عن بطولات بطوح وفا فريق ان شاء الله احنا دايما يعني تفاريق تحترمه فريق طبعا بيلعب بيلعب بروح بيلعب بالنظام بيلعب حاجات كيرة جدا معهم عبد الحميد بيوسيوني طبعا أكيد أن هو يفكر نادي أهلي مليون ألف مرة فيه إزاي هقابل نادي الأهلي ومع مطشرة الأهلي عموما مع الفريق المفرق المنافسة أو أي فريق بعيد عن المنافسة بيبقى لها استعداد خاص في كل حاجة خطصيا هشتغل ازاي؟ خصير المباراة يبقى ازاي؟ هقابل ازاي؟ هتحول ازاي؟ هدفع ازاي؟ أداء الفرز ازاي؟ أدامة الجماعة ازاي؟ تركيز التزامي استراري حاجات كتيرة جدا بتبقى فوق طاقة اللعبة أحيانا وأوقات كتيرة جدا لكن بيبقى فيه استعداد وفيه التزام وفيه تركيز وده اللي متوقع من طلاق الجيش أنه هيقابل النادي الأهلي طبيعي جدا مش بيجين مفتوح من أوله ما ينفعش نادي الأهلي أي حد يقابله مفتوح على فترات ممكن وحسب سير المباراة وحسب السلبيات أو الجبيات وحسب النتيجة طبيعي جدا ما يفتحش أول مباراة واعتمد على مرتدات مع النادي الأهلي بشكل معين وفي نفس الوقت حسب بقى لو الأهلي سجل بدري لو الأهلي سجل أكتر من هدف لو الأهلي ما كسبه أكيد التحولات الهجومية وجين بيتفتح ويبقى الطلاع حاجة تانية حسب سير المباراة توقعتك آه ده توقعتك إزاي للمباراة كابتن في ظل حالة الإجهاد الكبيرة جدا واللي هنفضل نقولها بالمناسبة احنا بنشتكيش ولا بنقول حاجة طالما النادي الأهلي عارف الكلام ده من الأول ولكن أنا هنا بقول أن هذه الظروف اللي بلعب فيها هؤلاء اللاعبين البشر الكابتر ربيع على هذه الكلمة هم ليسوا آلات هم بشر كل واحد فيهم عنده بيت وكل واحد فيهم عنده عضلات وكل واحد فيهم عنده تفكير وكل واحد عنده كل حاجة في حياته عشان كده أنا بقول أنه اللي بيحصل ده غير طبيعي ممكن نعمل كده في أسبوعين في ثلاثة ولكن في شهرين أعتقد الأمور صعبة جدا ومش عارف أقول عنها إيه ولكنها هي أمور صعبة جدا وإحنا هنا ما بنشتكيش ولكن هبنقول أمر واقع هنكمله هنكمله ولكن هو أمر واقع في ظل هذه الأمور وفي كل هذه الظروف أنت بتلعب إزاي وكيف تنظر لهذه المباراة هل محتاج أن احنا نغير مجموعة من اللاعبين هل محتاج أن احنا نبدأ بنفس اللاعبين يعمل إيه طبعا أول حاجة الأهلي ما بشتكيش أمدا الأهلي مش بتاع شقوة الأهلي بيتقبل أي قرارات وأي مسابقات وأي تنظيم وأي إداريات وأي فنات يا كابتن الإسلام وأي توقفات عشان مصلحة الوطن ومصلحة المنتخب ومصلحة الكرة المصرية ومصلحة الدورة الممتازة فطبيعي جدا الأهلي لا معندوش شكل الأهلي بيكسب بفضل الأهلي بيلعب الأهلي بيركز لو هم تحت الكور أو لجنة المسابات عملت النادي الأهلي كل الموجلات كل يوم مباراة الأهلي مش هشتيك وهيلعب وهيكسب بأمر الله طلبة متفقية متفقية خلاص ده النظام هو مسؤول في مسؤول كبير موجود بينظم فالأهلي طلبة أمه بيحترم القرارات وبيحترم الإداريات وبيحترم أي حاجة بتصدر من المبنى المسؤولة بمتعاد الكور طبيعي جدا وزي ما أقول لك كابتالي ما ببالغش لو كل يوم مباراة الأهلي هيظهر بأمر الله تعالى أنه هو يتفوق ويظهر يكسب نادي عنده خط واحد بس وعند العيبة بمدرب بالشغل بالأفكار بكل المنظومة هو حاجة واحدة بس بإذن الله وتوفيه طبعا مع الاستعداد الجايب هو المكسب بس المكسب لأنه الأهلي جمهوره دايما كل بطولة بيشترك فيها عاوزها وده حقه لأنه بيلاقي تقطيط ولا يدعب ولا يجهد ولا يقدرات ولا يفنيات فطبيعي جدا أجيد محضر السيناريو متاع طلاعي الجيش هو قاري فيها السيناريو يا كابتالي من وجهتنا السيناريو لو بيلاق ما اش نفس طريقة اللعبة المهم نفس طريقة هو طريقته وبيكسب بيها وشغل بيها طبيعي جدا غير رغش إلا في ظل ظروف سير المباراة نفسه البداية متاحتي بتاع 4-3-3 و4-3-3 احنا بنشغل بيها وبيكسب بيها وبيحقق بيها أحسن ما أعرضه نهاردة عمل أرقام في تسع مباراة على التوالي بيكسب وما كان بيكسب من أرقام عاوزي دليل أن أنا شغلي وقدراتي وطريقتي بيكسب بيها طبيعي جدا فهيرى المنافسة طريقة المنافسة هشتغل هشتغل على السلبيات هشتغل على الصقرات اللي موجودة في المنافس على الإجناب العمق هشتغل الشغل لا يستحولي التلت الأولاني التلت التاني التلت الأخيرة هشتغل فيه سهيوصل زي أحق أهدافي والأهداف والمكسب والفنيات والشغل غلاسي مباراة زي كل ذا عنده كلار مع التشكيل مع التوظيف مع التغيير مع التدوير الخارجي والتدوير الداخلي ده طبيعي جدا آه أنا معاك أنه كل مباراة زي مغير من اتنين لتلت فيش مشاكل خالص اللاعب لازر فيه لعيبة لازم تسترية فيه لعيبة لازم ابتدي فيها وفيه تحملات وفيه قدرات فيه عضلات وحاجات يا كابتن السلام لابد اللعيبة برضو فيه لعيبة يستحمل وفيه لعيبة عنده فالطبيعي جدا أنه أكيد هابة فيه إجهات الطبيعي جدا بفيه تغيير طبيعي جدا بفيه تدوير الطبيعي جدا خلال سيرة المباراة أنه نغير اللعيبة هو ده عند الكولار الكولار عنده بفضل الله تعالى مفاتيح فنية كتير جدا موجودة أنه هو المدير الفني هو المعروف وأصد هو العارف هو القدرات وعارف مين المجهد ومين مش موجد ومين إن حالته كويسة فهو تدويره كمان رائع الفترة الأخيرة إنه تدويره رائع بيكسب به الحمد لله وكل أمور تمام فإن شاء الله السيناريو بإذن الله الفن يكون على أعلى ما يكون وأفضل ما يكون والعيبة تنفذه بقصد بإذن الله تعالى وزي ما قلت الأهلي عنده طريق واحد بإذن الله وإن شاء الله إن شاء الله المكسب وبعد كده تبقى الأمور تمام إن شاء الله أنا بس عايز أقول حاجة في موضوع كابتن عصام عبد الفتاح لأنه هو اتهم كلاتنبرج بأنه لعب في خطوط التسلل في حالة الأهلي وفاركو وهدف بيرسيتاو الحالة اتعرضت على كلاتنبرج كانت حالة فيديو وهو شافها زي ما كل الناس شافتها وكان اللي قال له إن الخطوط مش صحيحة وكل اللي قال له قال له إن الخطوط مش صحيحة ويجب وضع وكل اللي قاله هو يعني إن الخطوط مش صحيحة ويجب وضع النقاط بشكل صحيح عشان تلعب في خطوط التسلل يجب إن انت تكون موجود في غرفة الفار في غرفة الفار الحالة دي عرضت علي كلاتنبرج بعد ما رجع أو بعد ما مسك لجنة الحكام اتعرضت عليك حالة وأمام الجميع أمام الجميع بس عشان تبقوا حضراتكو عارفين اللي بيحصل هو بس القصة بالنسبالي انت كابتن عصام بتقول إنه إنه كلاتنبرج لقف في الخطوط إزاي إزاي ويا ريت علشان نعرف نستفيد من كعنة